اشتركوا في القناة للأسف شديد المغرب الآن يخوض حرباً شريسة ضد وباء كورونا ولكن للأسف الوزارة الصحة ما فيها لجنرال لا قيادة أركان حرب فيها واحد الهاوي اسمته الوزير خالد أي الطالب يعني ربما المضار دياله على الشعب المغربي أفضع من المضار ديال وباء كورونا علاش؟ حيث سبقنا نحن في الفيديو مؤخراً بينا المزاجي والديكتاتوري دياله في الإعفاءات بشكل خلقة الاستقرار مياني في الوزارة رغم أنها هي العصب الآن لمواجهة هذا الوباء لضمان الأمن الصحيذ المغرب ولكن اليوم في هذا الفيديو لنبينوا ما هو أفضل شيء آخر وهو أن هذه الوزارة لم يكن لا تكن قيادة أركان حرب نبدأ من الكاتب العام الوزارة لم يكن كاتب العام الوزارة لم يكن مفتش عام الوزارة لم يكن مدير المواليد البشرية لتط ErstB Iddinlan الناس ويخرج في عطلة أن تدخل من عطلة سير انتهنة سير انتهنة الوزارة لم يكن مدير ذي الأدوية والصدلة الوزارة ما فيهاش مدير دي الجهيز والوزارة وهذا هو الفضيع ما فيهاش مدير دي المستشفيات ورغم أن هاد المديرية دي المستشفيات يلي عندها علاقة أساسية بهذا الشيء دي الكورونا من ناحية الجهيز من ناحية اللوجستيك من ناحية كده إلى آخره غدلوطش واحد يقولك لا رهد الإدارات وهاد المديريات رهدوا داروا بالنيابة لا السي هذا قول مردود وقول واهي علاش لأن أبسط طالب يردخل كلية الحقوق تعرف بأن المسؤول بالنيابة لهاميش عنده ضيق جدا وليس له سلطة يتخذ القرار وليست له سلطة في أنه يتحمل المسؤولية علاش لأن هاد المديريات وهاد البنيات اللي خلق المشرع سواء في المغرب ولا غارج المغرب تخلقات باش كتساعد الوزير باش يأخذ قرار ديالوغ على المستوى الستراتيجي بأقل خسرة كما قلنا لأن الوزير ليست وظيفته هو أن يستنزف في التدبير اليومي هذا من شأن الإدارة من شأن الموظفين ولكن للأسف الشديد نظرا لأن هذا الوزير يتوهم بأنه هو يعني أحسن واحد أنجبته هذه الأرض فقاد المغرب نحو هذا التدبير الكاريتي لمواجهة الوباء ديالكورونا النقطة الثانية هو أن هذا قياز أركان الحرب لا تختصر فقط على غيابها في المنظومة المركزية للوزارة الصحة بالتالي مستوى الأقالي مدينة المغرب يعني معظمها ما فيها مش مسؤولين يتخذون قرارات ويصهرون على أجراء السياسة العمومية الحكومية لمواجهة الوبائية نأخذ مثل القلحة ديالسترغنة ما فيها شمندوب نأخذ بنسليميل نأخذ إنسغان نأخذ الرحاملة نأخذ بالرقش نأخذ شيشاوة نأخذ قنيطرة نأخذ صفروق نأخذ سيديقاسم نأخذ النواصر واللائحة طويلة إذن كيف يعقل أن المغاربة وهم يواجهون هذا الوباء ما حلتهم الغضب الطبيعة وهذا الفيروس يعني الخطير ما حلتهم لهذا يعني الوزير الذي سلط عليهم بواحد شكل ديالي الإسقاط لأنه يحس هو كوزير مجيش من السياسة مجيش من الأحزاب وبالتالي شرعيته ومشروعيته ليست مسنودة أو مستمدة من الحكومة وبالتالي يتصرف وكأنه يعني هو الأمر والناهي في هذا القطاع وهنا يعني كنصيحة يعني من الحكومة هو أن هذه المستشفيات العسكرية التي تدار لمساندة يعني القطاع المدني في الحقيقة هي شيء إيجابي ولكن الأكثر إيجابية هو أنه يعني بدل أن ننجيب مستشفي ميداني عسكري في هذه المدينة أو تلك خسنا نجيبه واحد جنرال عسكري يعني صحي يدخل الوزراء للصحة لمواجهة هذا الوباء رأي سامة أننا نجاوز هذه الجائحة وأنا هذا الجنرال غير جعل القشلة ونحاول نشوف حلك حكومة تدبر على وزير آخر مستمد من حزب ومستمد من الشعب